فهذه الجبال تمتد جرود القلمون السورية هنا منطقة القاع البقاعية ردت فعل ابنة عبد المنعم عمايري على قبلته من كند حنة وزوجة ظافر العابدين تتصدر التراند بجمالها قالت الأعلامية اللبنانية نوال بري في حديث للعربية إنها لم تترك الأعلام إنما تركت قسم الأخبار السياسية التي كانت تعمل فيها والتي كانت تنقل من خلالها أخبار لبنان وأشارت بري إلى إنها أخذت فترة استراحة طويلة جدا من الأخبار لكن ليس نهائيا لأنها لا تعرف ماذا تخبئ لها الحياة معتبرة أن الأعلام كلمة كبيرة لذلك لم تتركه فلربما قدمت يوما ما برنامجا معينا يكون من ضمن معرفتها وثقفتها وشخصيتها الأعلامية وتابعت أنها في حال عادت وأطلت في الأعلام فسيكون من خلال محطة عربية وليست محلية وأضافت لا ولن أفكر في أن أكون في موقع سياسي وماذا سأفعل لو كانت في هذا الموقع كما قالت إنها لن تتعاطى أبدا في السياسة في لبنان بوجود هذه الطبقة الحاكمة لأنهم لا يشبهوننا ولا نشبههم وبعد عملي لفترة طويلة في الأخبار التي كانت كل حياتي أعزلت نفسي عنها لأنني فعلا وللأسف أصبت بالأحباط ويبدو أنه سينضي وقت طويل جدا قبل أن يعود هذا الوطن ليشبهنا من جهة ثانية خطفت زوجة الممثل التونسي ظافر العابدين الأنظار في أول ظهور لها معه على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وتألقت زوجة ظافر بفستان كحلي اللون من الشيفون مع تطريزات كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وتدعى زوجة ظافر جوان وهي بريطانية ولا تحب الأضواء على الرغم من أنها كانت ممثلة واعتزلت لتهتم بزوجها وابنتهما على صعيد آخر وبعد الضجة التي أحدثتها قبلة الممثل السوري عبد المنعم عمايري للممثلة السورية كيندا حنى في فيلمهما الجديد الإفطار الأخير انتشرت اليوم وبشكل واسع صورة لبنته من الممثلة أمل عرفة بدت فيها شابة كبيرة ولفتت الشابة التي بدت جميلة جدا في الصورة الأنظار إليها إذ أعرب المتابعون عن إعجابهم بها كما اعتبروا أنها باتت تشبه أمها الممثلة السورية كثيرا ما يواجه لما تمروا قدامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر